عزيزي مشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح أرحب بيكم وبدع كل واحد من قلبي أن يفتح قلبه لأن يكون تلميذ مش سهلة مش سهلة أني أتعلم ما لم أعرفه مش سهلة أني أقبلني أتغير مش سهلة أني أخرج من عالمي عشان أكتشف العالم الإلهي ما قاله المسيح ما عاشه المسيح ما علمنا إياه المسيح لكن روعة هذا المشوار أنك يكتشف أن اللي قاله وعاشه حقيقي جدا جدا مقنع جدا وواقعي جدا اختبار حي يشهد له التاريخ وتشهد له قصص حياة ملايين من الذين آمنوا به وصاروا خلفه ودي الدعوة هالأمة ورائي امشي ورايا اتعلم مني اعمل زي تجدوا راحة لنفوسكم في الرحلة بتاعتنا دي تكلمنا عن علاقتي بربنا مين ربنا ومين أنا وفين مشكلتي وإزاي المسيح جاء عشان يستعدني للعلاقة دي ويجعلني ابني لله اتكلمنا في الرحلة دي إزاي أتصالح مع نفسي من خلال شفاء النفس اتكلمنا في الرحلة دي عن صراعنا مع قوات الشر الروحية مع قوات الظلمة على هذا الظهر مع جناد الشر الروحية اللي أفسدت هذا العالم بالفكر الشرير بالجهالة وبالكذب وبالتضليل وبالضلال وملأت قلوب الناس بأمور عكس الحق تماما لكن كأولاد الله احنا عندنا الفرصة دي أن نتعلم الحق أن نكتشف الحق والحق يحررنا في صراعنا مع دو الخير الله ده نأسلحة روحية بيها نسحى قوة الشيطان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو بتكلم عن أجناد الشر الروحية مش بتكلم عن بشر من لحم ومن دم وبعين تكلمنا عن مش بس علاقتي مع ربنا وعلاقتي مع نفسي وصراعي مع إبليس لكن بكلم عن علاقاتي الإنسانية أن العلاقات دي مبادئ كتابية مبنية على نفس الحقائق دي في علاقتي مع ربنا وأن أول علاقة مهمة جدا نستعدها كما كانت قبل السقوط هي علاقتي مع شريك حياتي إزاي اختار الشخص الصح وإزاي أعيش معه الحياة الصح أي واحدة من الاتنين هتأثر تأثير كبير جدا على ساعتي بالذات هنعيش إزاي مع بعض ده أكتر حاجة هتأثر على ساعتي هستخدم الكاتالوجي الإلهي هعملها باي ذا بوك زي ما هو مكتوب واللي هعملها زي ما عقلي بيقول لي زي ما الناس اللي قبلي عملتها وفاشلت واتفقنا عن الجنون أنك تحاول أن تفعل نفس الشيء وتنتوقع نتائج مختلفة في الرحلة ديات اتكلمنا عن قوانين الزواج الأربعة اتكلمنا عن معرفة الآخر المجهول اتكلمنا عن التأقلم والتوافق وبعدين اتكلمنا عن ممارسة العلاقة دي من خلال فن التواصل وبعدين وقفنا عند أول مجال بنمارس فيه هذا الفن من التواصل إحنا والمال إحنا والأشياء العائلة والأشياء الفلوس المسكن الملبس المأكل هنتصرف إزاي في الأمور دي تقلنا عندنا سبع مبادئ مهمة جدا نحطها في الاعتبار هتساعدنا نفك الشفرة دي في وحدة واتحاد مبدأ الأولاني تكلمنا عن الملكية المين ومين الوكيل مبدأ تاني تكلمنا عن العشور مطلع اللي مش حقي على من الأول خالص تكلمنا عن روح الاكتفاء أنا مش بيش بسعى لوراء ايه اتكلمنا عن تكلمنا عن الأمانة في العمل أنا أمين في العمل عشان ايه مش ان أربح ربح سريع لكن بالعكس الأمانة دي هي التعبير الحقيقي عن معنى والمال بالنسبة لي فضل النقطتين عايز أختمهم لأن الحالة الثانية كانش في وقت عندكم تسألوا فأخذ نقطتين تانيين نخلص السبع نقطة وبعدين نسأل في كل الخمس نقط الأخيرة احنا قتلنا أول نقطتين بحثا لكن أفتكر عندنا أسئلة في البادي المبدأ السادس بتكلم عنه الكتاب من نحو المال بيقول في أمثال اتنين وعشرين سبتة عشرين لا تكون من صافقي الكف ولا من ضامن الديون ما تلعبش في حتة الدين ديد ما تروحش للمنطقة ديد رمية 13 8 بوليس بيكر نفسها كان لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض ده الدين الوحيد الحب ما تكونش مديون ما تدين ما تعيش تحت ثقل دين مادي يحنيك ويخليك في وقت المقايات تحت هذا الثقل تضطر تبيع مبدأك وفي ناس تحت الثقل ده باعت ولادها أو باعت شرفها خلي بالك من الخطورة ديد شكرا ما تكونش تحت هذا الدين ما تكونش تحت هذا الثقل أنا عندي أبي بيصرف علي أنا عندي واحد يخلي باله مني أنا عندي واحد من ديني الأمان فليه أحط نفسي تحت نير إنسان أبقى مديون له صح؟ لما يكون مديون لحد الشخص ده حطت صيف على رقابتي وصل أمانة كنبيالة توديني السجن مظبوط أنا ليه أعيش تحت هذا الثقل ثقل الدين أنا حر في المسيح فأنا حر من الدين عشان كده المبدأ الحرية من الديون الناس عايزة تجري بسرعة قوي في طريقة فتستلف تستلف تستلف عشان تعمل مشروعات كبيرة قوي إذا فشل المشروع يلاقي نفسه في السجن فتحت عبء الربح السريع بتدين تحت عبء إن أنا عايز أنبسط بحاجات كتيرة بتدين يا ما ناس الكريزيت كارت بتاعتها بقت متأفلة ديون بيسرف 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 في الأخر دين 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 هتفعهم منين هتفعهم منين هذا الدين لا تكونوا مديونين لأحد بشيء مبدأ مهم جدا نحطه في الميزانير مش عايزين نكون مديونين مش عايزين نكون مديونين الدين للبنك مختلف لو دين صحيح مش كيلا تكونوا مديونين لأحد بشيء الدين للبنك مختلف لأن ما بتدين للبنك بتدين مقابل ايه ضمان الضمان ده قيمته دايما أكبر من ايه من الدين فعمره ما يكون سيف إيه اللي بقى لو رشيد المدير وبدون ضمان خدت دين فتحت روح السجن وهو عيروح السجن أكيد مش هتعمل كده صح مش بنكلم عن دلوقتي الغش لكن الضمان البنكي مبني على أسد أنا أمتلكه شقة أنا أمتلكه فلو خسرت خسرت شقة لكن ما خسرتش نفسي خسرتش حريتي فده قصة تختلف عن لا تكونوا مديونين لأحد بشيء اسمحوا لي أقول المبدأ الأخير قلنا كتير في السكة جاء الوقت للتنفيذ العملي في الفلوس إنكار الزاد إنكار الزاد بشوف مراتي إنها بتطبخ وبتعمل لحمة وإحنا عددنا كام فبتعمل قطع من اللحمة تكفينا وبعدين طبعا ولادي مرات كتيرة بعد ما يأخذ اللحمة بتاعته وهو في سن النمو وعندنا ثلاث شبان جعان فتروح مدياله تاني وبعدين اكتشف إن التاني اللي ده 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 إيه بتاعة هي بتعمله عادي جدا صح وأغلى بينكم عملته صح بتعمله ده عادي جدا عادي جدا إن احنا جاء مناسبة وحنشتري فعادي جدا الوالدين بيروحشريين لولادهم ومشتر تشتري روحه عادي جدا لان ده الحب الحب إن في الفلوس في الأشياء سهل قوي التطحية لان ده أبسط تعبير من الحب إنك بتبدي غيرك عليك لو معايا إن أنا أوكل ولادي وأنا آكل حوكل ولادي قبلية لو معايا أن يجيب هدايا ولبس لولادي قبلية حدي لولادي قبلية مظبوط ده تعبير الحب لازم في الماديات ده يبقى موجود طول الوقت بالذات بين الزوج وبين زوجته وبين الزوجة وبين زوجها إن في الأمور المادية بنمارس إنكار الزوجة في اللحمة في اللبس في الهدايا في كل حاجة وده اللي بيربطنا ببعض وده اللي بخلينا نشوف الحب متجسد في الأمور المادية المادية أنت راجع من السفر برا وشاري شاري 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 والولاد جموا وخدوا خدوا 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 بابا جبت لروحك إيه ولا حاجة صلك سقفولك جواهم كممكن تجيب لروحك اللي أنت عايزه وكده يجب كل واحد كل واحد حاجة صغيرة مش كلا جبت لهم كتير وما جبتش نفسك بتكبر في عنيهم لأن ده إنكار الزات اللي اتفقنا عليه في العلاقة الزوجية ده الحب دي الممارسة الحقيقية للحب بتبان في الأمور المادية إحنا اتفقنا إن عندنا أربع مناطق رئيسية بنمارس فيهم كل المبادئ دي المنطقة الأولى المال إنكار الزات هنتكلم عن نفس إنكار الزات ده في الجنس أكبر عائق في المتعل الجنسية هو عدم إنكار الزات إنه عايز أن بسط لما بنكر نفسي في العلاقة الجنسية هو عايز أسعد الآخر إحنا الاتنين نستمتع في المبدأ اللي قلناها في الأول وإحنا نتكلم عن مبادئ الزواج وإنك تصل بنفسك ومش عارف إيه وإيه وقومناه عند الجد بيباني إنه هو ده اللي بيشتغل في الفلوس ده اللي بيشتغل في الجنس ده اللي بيشتغل في كل جوانب الحياة في الآخر هو ده الحقيقة وغضة التطبيق العملي عش كده مبادئ الحياة الروحية ومبادئ الحياة العملية علاقتي بربنا وعلاقتي بالآخرين مش حكتي منهمش علاقة ببعض هم نفس مبادئ الملكوت بالذات كأب الأم سهل عليها تعمل كده مع ولادها الأباء مش دايما سهل عليهم يعملوا كده الأم بطبيعتها أكثر قدرة على التطحية وأنا أحيي المرأة في كده وأحيي الأم في كده لكن إحنا كرجالة مش سهل علينا المبدأ دوت في التطحية أني أبقى لابس أقل من ولادي أني يبقى ساعتي أقل من ساعتهم أني يبقى جزمتي أقل فهميني بقول إيه؟ نعم اللي بشتغل نعم اللي بجيب الفلوس أنا أول واحد مفروض استنتها بيها انكار الزات انكار الزات بيملق البيت حب بيملق البيت أمان بيخلي البيت ما عندوش صراعة لأنه شايف الكبير بيعمل كده مع شركة حياته وشايف شركة حياته بتعمل كده معاه هو بيضحي من أجلها وبيضحي من أجله هو بينكر نفسه عشانها عشان يسعدها مادياً ويرتونكر نفسها عشان تسعده هي مش بتقول له عايزة 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 ويقول لا أنا 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 الأول ما حدش بيعمل كده هي بتجيب له هو بيجيب لها بينزله وهي عايزة تشتري له وهو اللي عايزة تشتري لها هيقول لا أنت تشتري تقول لي لا لا أنت لا تشتري فاهمين بقول ليه فاهمين بقول ليه بس اللي معانا ما يكفيش ليا ونيكي يبقى أنت الأول لا لا يبقى أنت الأول أنت لو بتشغل طول النهار أنت بتنزل الشغل ما أنت بتنزل الشغل كمان انت مهمة او مظاهرك في الشغل لا ده انت لمظاهرك مهمة في الشغل فاهمين الخناقة تبقى ايه يا جماعة مش الخناقة تبقى العكس مش الخناقة تبقى العكس عايزة واش معنى واش معنى غيري انت لا انت لا لا انت الاول لا لا انت الاول من اللي لاجيت فلوسه معنا من الحق الصرف اذا انا عايز انت الاول عايزين نشوف الشهامة ديت عايزين يشوف الرجولة ديد عايزين يكون ده البيت ولادكو حيطلعوا كده ولادكو حيتعلموا يبقوا كده حتكون فخرين بيهم وهما بيبنوا بيوت سعيدة من أول يوم لنتعلموا إن في أقصى حاجة في الفلوس أنكر نفسي أصعب حاجة إن أنكر نفسي قال يسوع لتلميزه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه يحمل صليبه ويتبعني مش بس في العلاقة الروحية لكن أيضا في العلاقة مع الآخرين عايز قبل ما نخش في العلاقة مع الأهل والحمى والحمى بقى والحماء والحاجات العلوة ديت نخلص موضوع الفلوس ده أي أسئلة عندكم بقية الحلقة كلها أسئلة في موضوع الفلوس تفضلي حضرتك فضلي طيب في الحلقة اللي فاتت إحنا تكلمنا على الأمانة في العمل أيوة ففي يعني في أشغال دلوقتي بتبقى أي حد بيجي يشتغل بسبب البطالة وبسبب إنه في ناس كتير مش بتشتغل بشايفين إنه الشخص اللي جاي يشتغل ده ده بتاع الشغل فأنا لما يجي يشتغل أنا محتاجة أن أنا أفهم صاحب الشغل ده إنه أنا مش للشغل بس أنا زوجة وعندي أولاد زوجة وبلاسنا أنا كمان عندي خدمة لهم ما يعرفوش يعني إيه خدمة ممكن يبقى البيت مش مشكلة تشتغلي من البيت فأنا إزاي أوضح ده أنا مش لازم أقول لهم عندي خدمة هو مش هيفق من الخدمة عندك زوج ده هيفهمها صح؟ عندك أولاد هيفهمها حس لو عندي مؤتمر أنا عايز أخد الأجازة دي عشان مؤتمر أنا عندي خدمة له حتى دي إن الأجازة دي حقي ولا لأ إحنا اعتبرنا إن ببقنا في مؤتمر يبقى من حقي أخد أجازة حتى لو يمضي ست شهور عن عملي لا مش ست شهور بس أنا أقالية أيام معينة طول السنة بس إحنا دلوقتي ما ينفعش تخذيه إيه ليه عشان إيه؟ عندنا ضغط شغلة عندنا أي حاجة عادي هل سمع كلام العمل هل سمع كلام العمل أمانتي في العمل وجودتي في العمل بتخلي بعد كده طلباتي مجابة في حدود حقوقي أو العكس لا بالعكس لو أنا أثبت نفسي في العمل وما قلت له بص أنا عندي التزامات تانية في الحقيقة أنا ما بعش بس لشان الشغل لو أنا ما خدش أجازاتي الحقيقية حسيب الشغل حيقول لك سيب الشغل وإنتي كف وإنتي مميزة عن البقين لا يمكن بذات لو أمينة الأمانة النهاردة إيه؟ نادرة أنا أعرف ناس بيدهم أجازات زي ما هم عايزين عشان كفائتهم وأمانتهم في العمل زي ما أعايز لأن الساعات الأولية بيشتغلها بينتج أضعاف أي واحد تاني البقي موجود في الشغل بس بيأكل فول وضعمية مش بيشتغل مش بينتج مش بينتج فناس بتأمانتي وبعدين هاخد لنا عايزه سؤال تاني تفضل دلوقتي بتمر أوقات معينة فأشغالنا بيطلب مننا تاسكز زيادة أو بروجيكز معينة أو مشاريع أكتر وأوقات فبتفرض علينا يعني ما بيبقاش قدامي اختيار أن أنا أرفض يعني أكتر من مرة في الشغل يطلبوا مني أن أنا أمسك مسئولية معينة وقالهم أنا قريدي مضغوط يعني أنا عليك لود كتير فأولوح ما عندناش حد نسك فيه أكتر منك في الموضوع ده وأنت لا تمسك الموضوع ده قوي وبتمر أوقات بنبقى مضغوطين جدا جدا وده بيأثر على بيوتنا يعني وبنبقى مجبرين لكده والمدة دي ممكن تبقى طويلة ممكن تبقى ثلاث شهور ممكن تبقى ست شهور في البروجيكت معين بقى مضطر لأنني من صبح البليل شغال فأعمل إيه في حاجة زي كده يعني لو ده المكان اللي ربنا عايز نشتغل فيه حقبل كده بس هقول لهم في مقابل لما أخلص أخذ أجهزة طويلة وديها لزوجتي ومراتي وأولادي وعوض ست شهور ده لأنا نادر فيهم في البيت كويس لايز أقوله أنا طريقة طبيعة عملي بضطر أسافر زي السمينار ده أنا غايب أيام وراء بعضها زي مرات تانية بسافر بس بأسبوع مرات خمساشر يوم كويس فبقول لروحي أنا لازم أعوض ده في البيت ما ينفعش بقى ده إسلوب حياتي وإلا هخسر علاقتي إذا ما أخش أخذ مراتي معايا يبقى لازم أرجع أديها مش بس كواليتي تايم يعني نوعية من الوقت ووقت ودي ده لأولادي عشان نفتكروا أننا أبوهم وأنني مسؤولة عنهم مش مجرد الهدايا هي اللي تكفي الوقت ما تعوضوش الهدايا الوقت ما تعوضوش أبدا الهدايا فحقبل ده بشرط أو موافق بس هروح أخذ أسبوع أجازة أخذ أسبوع أجازة فحقول لمراتي أولادي هاخذ أسبوع بعدها أجازة استحملوني تلت شهور دول هيستحملوني بس لو ما خدش أسبوع أجازة أو لو خدت الأسبوع الأجازة ده وتروحت بقى عملت فيه رحلة صيد لوحد دي هيبقى ده قصة ثانية اتفقنا؟ طيب سؤال من الورق ده عشان خطر أنا خايف الورق ده ما نلقلوش وقت لو الزوك سايب حقه في اتخاذ القرار وبيع القضية في مجال الفلوس دوت وسايب لي حرية مديني توكيل عام رسمي في موضوع الفلوس ده أعمل إيه؟ اتصرق فيه ينفع أضغط نفسي وأعمل أشياء مش مقتنع بيها مية في المية عشان فقط حبي وأمانتي مع الله مثال العشور اه ينفع من أجل حبك لربنا ينفع لو بتحب ربنا ينفع وحتشوف النتيجة وحتشوف النتيجة ما هو دور القائد في ذلك بالنسبة لأعضاء المجموعة هل هو التوجيه والإرشاد والقدوة الحسنة المتكررة لأنا مش هم إعلاقة ده بموضوع الفلوس يعني القائد بتاع مجموعة يقول لي أحط العشور بتاعتي فين؟ أكيد لأ ده أنا بيني وبين ربنا محدش بيملي علي أدفع الحاجات دي ده بيني وبين ربنا في بعض الأحيان مش عارف إيه بالشغل بتتحجج بالشغل عشان مرتبه الكبير عشان أدخل أولاد مدارس معينة حتى لو كان على حساب بيتي أكيد لأ علاقتي بمراتي أولوية على تعليم ولادي علاقتي بمراتي هي ابن البكر اللي ولادي حيطلعوا شكله لو علونتهم أحسن تعليم وعلاقتي بمراتي مشروخة لعائل دول حيطلعوا إيه مشروخين معاهم لغات ومعاهم شهادات بس مشروخين يا حبيبي مشروخين لا فيه أولويات فيه أولويات ولازم التأولويات دي تبقى واضحة بوضوح شديد جدا بالنسبة لي أنا لي رأيي في هذا الأمر مش عارفي لو أني أمر كامرأة وتزوجت لسنين طويلة فقد رأيت أن الاتفاق بشأن صرف المال بين الرجل والمرأة صعب للغاية فلماذا لا يكون هناك اتفاق في الصرف على الأمور الضرورية فقط كالتعليم والأكل وغير ذلك تقسم ما تبقى على إثنين ويكون لكل منهما الحرية الكاملة في اختياره ويتحمل مسئوليته أمام الله وأمام المجتمع آخر حتة دي من عندي أنا إذا ده اللي اتفاقتوا عليه أعملوا بس نتفق عليه لازم نتفق إحنا خدنا كل الأدوات اللي خلينا نعرف نعمل إيه نتفق نصير برأي واحد ولما ما نتفقش بنترك القيادة للرجل القيادة وليست السيادة ياخد قرار ويتحمل المسئولية وأنا أخضع برضى ونجرب ونطلب بركة ربنا ونستودع الأمر بدين ربنا وفي الحيرة الشديدة لما الرجل يبقى محتار مش عارف يعمل إيه نصلي ونصوم ونطلب بجة ربنا شوه أبويا شوه أبو البيت شوه الراعي شوه المشير انتفقنا هو صاحب المال أنا وكيل محتاج أروح لقوله عايزني أعمل إيه أتصرف فيها إزاي ومحتاج أتعود أسل مع صوت ربنا في موضوع الفلوس ده وقت هلاقي معجزات بتحصل معايا هلاقي آيات وعجاية بتحصل معايا هلاقي أكتر حاجة ربنا فيها واضح وصريح هي الفلوس مهم نتفق ونصير برأي واحد لأن الزواج وحدة حقيقية بين الاثنين أخد سؤال منكم بعدين أجاوب الورقة الأخيرة ديت طيب تفضل بالنسبة للأمانة في العمل لما يكون عندي حد شغال معايا واكتشفت أنه هو مش أمين تزبوت وأنا عارف أني لو أنا مشيته ومشيته من الشغل يمكن ما يلاقيش فرصة زي اللي معايا أعمل إيه تمشي أمشي المبادئ العمل حنتكلم عنها مبادئ العمل غير مبادئ العيلة ابني أمشي ده ابني أربيه لكن في العمل ما ينفعش الأمانة والعدالة والحق يبقوا تحت الرحمة في البيت الرحمة فوق كل شيء تاني في العلاقة الزوجية الرحمة فوق الحق الحب أسمى من الحق بس الحق لازم يبقى موجود في العمل لازم الحق يبقى قبل الرحمة وإلى العمل ما يشتغل الرجل لا بيسرقك وإنت مخليه البقين ليه ما يسرقكش ما إنت مخليه يبقى إذن السرق حلال أنت بقى مش تسلمه للشرطة عشان ما تضيعش مستقبله فاهم قصدي؟ أنت نبهت ولاقيته بيعمل نفس الحكاية أنت تديته فرصة وعقبته وخصمت منه ولقيته بيعمل كده إزاي هتأتمنه؟ ويبقى أنت بتقول للبقيين يعمله إيه؟ عمله زيه ما ينفعش الراجل ده بيجي متأخر قوي الشغل بس لو رفدته مش عارف هيحصل لأهله إيه؟ فاهم قصدي؟ والبقيين لو جم متأخرين هيقولك شمعنى العمل ما ينفعش يبقى فيه كلمة إيه؟ شمعنى ومعلش طيب هو دلوقتي لو هو عليه دين يعني أمشي وسيبي الدين ده دي رحمتك بقى ده من حقك ده من حقك تسيبي الدين ليه؟ أنت ساعتها ما أخلتش بنظام العمل أنت دفعت من جيبه أنت قلتول عليك عشر تلاف جنيه لو عرفوا البقيين أنك عفيت عن عشر تلاف جنيه هيسرقوك فأنت بتعمل إيه؟ بتروح مديهم له وأخدهم فهو سدد الدين قدامي لإيه؟ البقيين سددهم من جيبك بس ما حدش عرف غيرك فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ قوانين العمل هنتكلم عنها باستفادة لما نتكلم عن التلميذ والعمل بس خدت بالكوا هنا الفرق إزاي؟ عشان كده فيه قوانين لكل حاجة لما نقرى الليستة اللي بوليس بيقولها عن العلاقات بتكلم عن الزوج وزوجته الأب وأبنائه العبيد بساداتهم فيه ثلاث حاجات غير بعضها علاقة زوجية غير علاقة البنوية غير علاقة العمل على طول دول حاجات مختلفة عن أنا والدولة أعطوا مالي قيصر ومالي قيصر لقيصر عشان كده إحنا قسمنا دول إلى أجزاء مختلفة لأن إحنا في كل واحدة فيها عن لي قوانين مختلفة وغير متناقضة سؤال تاني تضل كان فيه سؤال هنا عند فؤاد خلص؟ لا طيب مش عايزين ناخد حقك هم سؤالين يعني تابعين لبعض من الاختلاف الشديد بين الراجل والست بتظهر قوي لما بيبقى مثلا الفرق في نظرة الفلوس الراجل مثلا بخيل قوي فساعتها بيحس أن مراته مصرفة جدا هم بيعرفوش يقربوا المسافة دي نعمل إيه؟ نعم أنا تفديت بقدر الإمكان طول السكة الكلام عن موضوع البخل دوت يعني لو لاحظته حتى في اختيار شريك الحياة جبته كده وعديته من أصعب الأمور التعامل مع البخل لأنه مرض صعب جدا التعامل معه كل اللي قدر أقوله لو شريك الحياة بخيل على الطرف التاني أن يحتمل ما عندوش حل تاني زي المرض لو زوجي مشلول هعمل إيه؟ هاستحمله طب سؤال تابع أي واحد مايسا هي اللي تولي دلوقتي هل البخل قابل للشفاء زي شفاء نفسي هو عنده صغر نفس عنده حاجة هل حاجة لو البخل دوت نابع من عقدة نفسية في طفولته قابل للعلاج لكن لو ده جزء من طبيعة شخصيته اللي هي البخل والكرم التطور فيه لن يزيد عن عشرة إلى خمستاشر في المية بكل التدريبات الممكنة واتفقنا عليه شكده هنحطيني البخل والكرم في اختيار شريك الحياة أنصح البخيل يتجوز بخيل أما الفييس الكريم يتجوز بخيل فهو سيعيش حياة شقية وعليه أن يحتمل تمن اختياره لو تلاحظته أنا تفاديت هذا الما وإنت وقعتني في هذا الما طب أشكرا طيب في عندي بس السؤال هنا مهم وبعدين أرجع إذا كان عند حضراتكم أسئلة تانية إن كان الرجل هو رجل أعمال ويحب الاستثمار والديون المستمرة فماذا تفعل زوجته الغلبانة الغلبانة كل شوية كنت بقى قولك وعمله إيه تعهد صح كده وتدول بعض ده البيت البيت عهد بين اتنين عهد جواز مفروض بقى كان قبل العهد الحاجات دي كلها نعمل إيه ناخدها ونتفق عليها ونعمل إيه وتبقى جوه عهد الزواج أننا أولوية أننا واحد أننا هنعيش شفافية أننا فهمين اللي عايز أقوله يعني أداء من ضم بنود العهد لأن ده الزواج أننا سنتواصل أننا لن نحاول تغيير الآخر أننا سنعمل على تغيير أنفس فهمين اللي عايز أقوله عشان كده احنا جابين كتنات عشان تجددوا العهد ده إذا انت مقتنع بكل ده اعملوه مع بعض من فضلوك قبل ما تمشوا اتفقوا إن ده الحق اتفقوا دي كلمة ربنا اتفقوا ده مقنع اتفقوا ده عملي اتفقوا هتوفروا مشوار طويل أو ايه لأن ده مشوار بيقول الكتاب كيف يسير سنان إن لم يتفقا ويتواعدا لازم نتفق عشان نمشي ايدينها في ايدين بعض مش هينفقه تجريه وراه ومش هينفقه هو يجرك وراه ويسحلك مش هينفقه مش هينفقه عشان كده الاسهل نعمل كده لو هو مش موافق على المبدأ ده مش تقدري تجبريه لو هو طريقته الديون عشان الاستثمار وما ديون وديون عمالة تزيد ومش عارفين نسد الديون ساق انت حتدفعي معاه بس ما تقدريش تغيري ده غير لو اعدتوا واتفقتوا وازاي هتعالجوا المشكلة دي بطريقة عملية واضح واضح الاجابة طيب سئلة تانية سئلة تانية في موضوع المال بواجه عام ايوة بالنسبة للعشور معلش هرجع تاني تفضل حضرتك تفضل فيش جهند جدا في القضية تفضل لو في شهر معين انا مضغوط في عليا التزامات معين مثلا لمدارس الولاد او او وما قدرت ادفع العشور الشهر او الشهر اللي بعده فباجي احنا مش بنتعامل مع ربنا بالكاف والنون احنا بنتعامل مبادئ عمل مبادئ انت كانك استلافت من مين من ربنا ماشي يعني هو حيبال يسالفك ولا اسأله يعني ده حاجة بينك وبينه بس احنا مش بنتعامل بالكاف والنون بس نصحتي في موضوع العشور ده يا جماعة حد يعني علمنا الدرس ده قريب جاء كان مع نفس الشخص ده بتاع المال كله مأخوذ من هذا الكتاب فانا خدت كتير قوي من هذا الكتاب وادين لهذا الكتاب بجزء كبير قوي من الدراسة اللي انا عملتها دي الزواج على الصخر حنزله على السايت موجود عندنا في الكنيسة تقدر تشتريه وموجود النوت بوك بتاعه اللي تقدر تشتغله فيه مع بعض واسئلة واجوبة وحاجات كتير قوي جاء مع نفس الشخص ده اللي درسنا بعض الحاجات اللي مش موجودة في الكتاب ديت وموجودة عندنا الشرايب بقيتها في الكنيسة جاء شخص اتكلم عن العطاء من ضم الحاجات للاولاها ان الكتاب لما بيتكلم عن العشور ان العشور اول حاجة تطلع من مرتبي مش بطلحها اخر الشهر بطلحها ايه اول الشهر اول مقبض اي ربح بيجيلي بطلع العشر من الاول ومش بخليه عندي لغاية لما شوف هصرفه فين انا بوديه ربنا اول بايه باول انا بيتي مفهوش عشور باية مفروض فهمي اللي عايز اقوله يعني انا مش مديون لربنا لما بعمل بالطريقة ديت يمكن مش هيحصل اللي بتقول عليه مش هيحصل في وقت حتطر استلف من ربنا لاني ما كنتش مخزن فلوس ابدا بتاعة ربنا عندي واضح اللي بقوله يعني كل ما همارس الايمان دوت هشوف ربنا ازاي بيتعامل معايا في الفلوس بطريقة يعني مش مش تحرجني لكن بطريقة خلينا اقوله ايه ده ايه ده ايه ده عندي حاجات كتير شخصية يعني اقدر اقول ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده عشي كيف بقوله جرب جرب بعملها زي ما قلناها وشوف النتيجة هيحصل فيها ايه سؤال ثاني ايه ده بس بتعودين على الأخلاق دي تقتنعت ولا ايه تقتنعت ولا ايه سؤال هنا ايوة في سؤال مش عارف تجاوب عليه ولا لا يتعلق بال بال الاصغاء في التواصل في التواصل ايه ايه مش في اللي احنا مش عارف اسأله ونرجع للتواصل احنا ارجع زي الشخصية الله لو عايز تفضل تفضل اصغيت وعارف ان اللي بيقوله ده مش مزبوط كويس احنا اتفاق انا اجاوبت على الحاجة شباب كده عشان هي فاكرة الاجابة هي امرتك هتقول الاجابة تفضلي اقولي وحتقول لك ازاي ترضيها ارجع الورا شوية كده ايوة اتفضلي اقولي ايوة انا ركزت قوي حضرتك قلت في الاول هقول لها انا حاسس بك جدا باي طريق ان كانت الطريقة يعني اللي هو يفضلها او اللي هم بيعبلوها مع بعض وبعد كده هقول لها تعالي عايزين نتكلم في الموضوع ده بموضوعية عشان عندي مثلا كومنت كذا وكذا ده في طلبة يا جماعة واخد بلع ايه طيب هنا حد عايز يكمل هي كمان لها دور بعد كده يعني هي انا اقصد انه هو هياخد القرار وينقشها فيه بحكمة ويقول لها بالراحة ويسمعها ويقول لها انا حاسس انك تعبانة من الموقف بس احنا تيجي نمشي مع بعض ونعمل ده ونجرب هي بقى دورها انها تحاول مع نفسها وتشتغل مع نفسها ان انا هقبل ده حتى لو انا مش مرتاحة لكن همشي السكة دي وهشوف النتيجة ايه ومش هلومه حتى لو الموضوع زي بازي بعاطفية لما بسمعك بسمعك بعواطفي لما بفكر بفكر بعقلي ما تعرفش تفسيره حكتين نورة عن بعد نقدر نقدر حس بك للاخر وتعاطف معك بالاخر وعيط معك وبوسك وحضنك واتفقني فحدة هتا كان قاعد هنا وقال حضنني صح كده فأيوة حضنني فانا تعطفت وهي وصلت لها انك انت حسيت بيها كويس قوي وبعيني اقدر اقول ايه انا حاس بك كويس قوي ومقدر شعورك ومقدر اللي انت عايزاه وفاهم انت عايز تقولي ايه لكن اقدر اقول بط لكن لو عملنا كده هيحصل كذا 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 بس لو عملنا كده هيحصل كذا 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 انت نفسك ايه يحصل كذا 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 ده مش هيتحقق لو عملنا اللي بتقول عليه لكن لو عملنا فاهم انت عايزه هتقولك بس انا رأي كذا 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 هنتنقش بس ما تنجح لوقتي ايه بقى? موضوعية برا المشاعر. احنا حسينا ببعض. وتعاطفنا مع بعض. وحضرنا بعض. وبصنا بعض. وكله تمام. خلاص? بنتكلم بموضوعية في القرار اللي بناخده. بناخده ندي وبيهدوء. لاننا لاننا حسينا ببعض هنتكلم بايه? بهدوء. لان هتأكد انك سمعتك مش هتقولي انت مش فاهمني وما اسمعتنيش. لانك سمعتها بزبوط. ولا انت هتعلي صوتك عاستك مش فاهمة ويهي الجنون اللي بتطلبها. لانك حسيت بيها. التجاوب العاطفي دوت. اللقاء الاموشنال العاطفي دوت. بيخلي المناقشة المنطقية بعد كده هادية. من حقك تاخد القرار الاخير. قولي اناك القائد المحب. اناك القائد المحب. مرض كتير قوي هتعمل اللي الصالحة. بس اللي الصالح العام. مش اللي صالحة اللي ضرها. انا بعمل اللي صالحة. مش بعمل اللي هي عايزها حتى لو حيدرها. لانا كنت المسؤول انت لاخدت القرار. وبعين هي حتى المشبوك تانعة بكل قلبها هتشتغل معاك في السكة ديت. ازا نجحت نجحت. ازا ما نجحتش مش هتقول لي ما انا قلت لك وتاني مرة تسمع كلامي. وقادي اخر مرة اسمع كلامي. مش هنعمل كده. مش هنعمل. احنا بقينا ايه يا جماعة? انت كده هتتعلم. وهي كده هتتعلم. وكل مرة الخلاف هيقل. التجربة دي بتخلي خلافنا بيقل. خلافنا فجهات النظر بيقل بيقل بيقل. لاننا بقى عندنا خبرة مشتركة. اتعلمنا ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش. السكة اللي بتودي وايه السكة اللي ما بتوديش. فبنتبع ببعض بنتبع ببعض اللي هي اللي بتكلم عليه التوافق والانسجام دوت. فعشان كده كل ما بنكبر. كل ما بتحلو. مش بتمسخ. بتحلو. مش بتنسخ. حتى في العلاقة الجنسية بتحلو. مش بتمسخ. هنجلها. عزيزي المشاهد اشكرك عشان متابعتك هنا هذه الحلقة. وصلي ان ربنا يحفظنا تلاميذ للمسيح. امين. اشتركوا في القناة